أنا بيكو الكرة للشعوب مش للحكام الكرة معمولة عشان 11 واحد يلعبوا فالناس تبسط الناس اللي هم مين الناس البسيطة اللي مش بتلاقي فرحة الناس اللي مغلوبة على أمرها ومتبهدلة في أكل العيش ومش عارف كذا وكذا فبتسيب كل ده لمدة 90 دقيقة وتروح تحاول تبسط فما بتلاقي معجزة بتحصل فريق عربي اسمه السعودية بيكسب منتخب هو مصنف لفوز بكأس العالم اسمه الأرجنتين وبيلعب مطش زي اللي شفنا النهاردة للصبح ده فالحياة دي حاجة تفتح النفس يعني حاجة تحسسك كده عارف ان الكرة دي المكان بتاع الغلابة اللي هو لسه فيه مساحة ان الغلبان يكسب او ان الضعيف يعرف يعمل حاجة قدام واحد قوي كل الناس كانت بتتريق على السعودية بتقولك هيخسروا هيخسروا وحتى فيه فيديوهات لمشجعين أرجنتينيين في الدوحة بيسألوهم قبل المطش كم كم فقالوا نكسب 3040 وبعدين واحد بيقولهم لا ده السعودية تكسب فابتسامة ساخرة كده ومش عارف ايه ايه نعم الأرجنتين جابت 3 جوان في الشوت الاول يعني اتحسب كلها اوف سايد لكن الحقيقة عايز اتكلم هنا على المدرب بتاع المملكة العربية السعودية وهو مدرب عظيم جدا جدا في كل المنتخبات اللي دربها كان مدرب عظيم جدا وليه تاريخ كبير جدا وانا كمواطن مصري بلدي مش موجودة في كاس العالم ده لما بشوف حالة نجاح زي دي عند السعودية الحقيقة انا بتحصر بتحصر عن الاتحاد الكرة عندنا واللي مسكين المنظومة عندنا في مصر مجموعة من الفسدة شفناهم في كاس العالم 2018 عاملين ازاي شفناهم في المدربين اللي بيجيبوهم عاملين ازاي شفناهم في حسام البدري المدرب المصري اللي جابوه وبرضو لبسنا في الحيط كانوا عاملين ازاي الحقيقة فالصورة يعني واضحة ان فيه فروقات فيه فروقات في طريقة الادارة فيه فروقات في انت بتجيب حد خبير ولا بتجيب حد تعبان وفي الاخر النتيجة بتبان في الملعب ايه رأيك في اداء العرب في كاس العالم مش بس بنتكلم كورة مش بس بنتكلم عن السعودية وعن تعادل تونس مع الدانمارك والاداء القوي اللي قدموه لكن بنتكلم عن الحالة الموجودة في قطر جمعا بنتكلم على اداء قطر في الافتتاح وفي التنظيم انتوا شايفين ايه حاسين بايه شايفين الدنيا ازاي شايفين الصورة عاملة ازاي في تنظيم قطر في الملاعب في الاستداد في اللغة الكبيرة او اللي حاصل اصلهم بيمنعوا كذا اصلهم محرمين كذا اصل الناس مش عارفة تشتري كذا لكن الاول الحقيقة خلنونا احتفل بمنتخب السعودية الاخضر السعودي ونشوف كده المواقع والصحف العالمية قالت ايه عن مفاجئة البطولة المنتخب السعودي اللي بيصدم الارجنتين ده موقع سي ان بي سي الامريكي تقرير اخر ايضا بيقول انه السعودية جاءت من بعيد او جاءت من الخلف ليه تصدم الارجنتين او لتقهر الارجنتين ده بي بي سي تقرير اخر لديلي ميل بتقول انه السعودية عملت او قدمت واحد من اعظم المفاجئات في كاس العالم بهزيمة ليونيل ميسي في المطش اللي شفناه النهاردة واللي ما خسرش الارجنتين من ايام خسرتهم مع البرازيل في يوليو 2019 تقرير كمان لفور بيقول ان المملكة العربية السعودية بتفاجئ او بتصدم الارجنتين ده كان على تويتر كمان السعودية هنا جاءت ليه يعني تعمل الحفلة او تقلب الترابيزة على الارجنتين زي ما بيقول الحساب بتاع في مجموعة تغريدات برضو لكن الاول عايزين نشوف الصورة بتاعت منتخب الساجدين موضوع السجود في الملعب رجع تاني يا جماعة تعالوا نشوف الصورة كده مين اللي كان مشهور قوي بالقصة دي لو الناس تفتكر معايا كده مين كان لابس برضو كرفات تخضر زي اللي انا لابسها النهاردة كده في ستوديو بيني سبورت محمد ابو تريكا مش كده نخلي الصورة على الشاشة الحياة المشهد ده كان جميل قوي وناس كتير قوي احتفت بي انه السعودية مرة تانية بنرجع للقطة السجود ومنتخب الساجدين وفكرة ان انت بتسجد وبتحتفل بالسجود بعد الجون وبيرجعنا كده الايام محمد ابو تريكا اللاعب المصري الخلوق اللي كان بيلعب كرة لان عنده قيم بيوصلها وكانت من القيم دي انه بيسجد بعد كل هدف بيحرزه وبيشكر الله عز وجل وبعد كده بقى المنتخب المصري كله بيسجد دلوقتي الحمد لله شوفنا في 2022 في الدوحة منتخب الساجدين السعودي النهاردة بيسجد كله بعد الهدف في لقطة الحقيقة كانت لقطة جميلة جدا تعالوا نشوف كده تويتر قال ايه الناس اتكلمت وقالت ايه عن المنتخب السعودي وانتصاره الكبير على الارجنتين النهاردة دي تغريدة من عبدالقادر سعيد بيقول السعودية رفعت راس العرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فوز تاريخي مشرف اداء بطولي من اللاعبين كأنهم في حرب هي دي الروح وهو ده كاس العالم تغريدة تانية على تويتر ايضا من مافيا بيقول الكل فرحان في كامل ربوع الوطن العربي العالم كله فرح بفوز السعودية حتى اللي كانوا عايزين من الارجنتين وميسي لان احنا العرب نحب من يمثلنا بهذه الروح وهذه الشراسة نحب من يقاتل فوق ارضية الميدان بدون عقدة ويمثل امته احسن تمثيل ولا يخذلنا في المحافل الكبرى وده كان توصيف جيد لأداء المنتخب السعودي سماح على هشتاج السعودية الارجنتين قالت السعودية النهاردة اتكلمت باسم كل العرب والله انتو فخر يا جبل تويب سكرين ميكس قال محمد ابو تريكا اعظم مباراة في تاريخ العرب عالم لا اله الا الله محمد رسول الله يرفرف عاليا اخر تغريدة معنا النهاردة من ايضا سكرين ميكس للعرب دلوقتي مع علاقة شهيرة من فيلم الطريق الى الات عالم مصر وقطر وتونس والمغرب وبيحضنه المملكة العربية السعودية بعد الاداء الجميل الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم القصة يعني مو بهجة الناس اللي بتحب كورة او مش بتحب كورة فكرة ان حد صغير او ضعيف في المجال ده يغلب حد ان الناس كلها كانت متوقعة انه يفوز الحياة شيء جميل جدا الحاجة التانية بقى وهي قصة هجوم الاعلام الغربي على قطر وتنظيم قطر ومش عارف ايه ونظرة الاستعلاء اللي هم بيعملوها فلما ياكلوا قلم يوم الافتتاح والافتتاح يبقى مبهر للعالم كله وبعدين قلم التاني يجي من السعودية تكسب الارجنتين بالشكل ده فالحياة ده شيء جميل جدا يعني ده شيء مبهر ومبدع وبيوصل رسالة للعالم الغربي انه يعني توضعوا بقى شوية ينزلوا من برجوكو العاجي شوية وبلاش انعارة على الناس وبلاش تناكة لان انتوا بالتنظيم قطر بصراحة معلمة عليكم وبالكورة كمان هو السعودية الحمد لله علمت عليكم وتونس عملت نتيجة كويسة تمنى التوفيق من قلبي والله المنتخب المغربي بكرة مع كرواتيا اتمنى ان قطر ان شاء الله تاني المنتخب يوقف على رجليه ويعوض في المطشين الجيين